وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود اليوم السبت تاسع من شهر ذي الحجة إلى ميناء ليشرف يده الله على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر ميناء كان في استقباله حفظه الله صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله معالي نائب رئيس الديوان الملكية الأستاذ عقلة بن علي العقلة ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن اسهيل بن صغر بن طيري وقد وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن مساعد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين كما وصل في معية الملك المفدى معالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم وعدد من المسؤولين